انجزنا في عام تلاتة وعشرين اعظم انتخابات في تاريخ الدولة المصرية الحمد لله والشكر لله افضل واعظم انتخابات في تاريخ مصر انجزناها في عام تلاتة وعشرين خرج خمسة واربعين مليون مواطن مصري علشان يقولوا في صوت واحد نحن مع الدول نحن مع المشروع الوطني نحن مع الرئيس خمسة واربعين مليون مواطن خرجوا 40 مليون ادوا صوتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ده كان معناه تصويت واستفتاء على المشروع الوطن خلينا اقول انه مصر خلال عام 23 نجحت نجحت في السير في كل المسارات في نفس التوقيت وحققت نجاحات في كل المحطات هتقول لي ازاي هقولك هل في مشروع وطني او مشروع قومي توقف نهائيا ربما بتنخفض سرعة الاداء نظم للازم الاغصادية والتمويل والدولار والتصوات غيره لكن كل المشروعات شغالة هل توقفنا عن افتتاح مشروعات جديدة اتذكر واذكر حضراتكم ان احنا على مدار 23 يا ريت زميلي يجاهزولي ان شاء الله في الحلقات اللي جاية كم مشروع افتتاحه في كم مشروع الرئيس قام بافتتاحه في كم مشروع الرئيس زاره في كم مشروع اشتغل في كم ما اصنع مقفول اتفتح انا شخصيا انا شخصيا حضرت وبعد ما بحضر برجع اتكلم مع حضراتكم حضرت عشرات بالمئات المشروعات في افتتاحات وفعاليات وكل ده كان في كل مكان في مصر انا رحت اسوام ورحت السهاج ورحت اسيوت ورحت قنع ورحت بانسويف ورحت الفيوم ورحت سيناء شمال سيناء وسط سيناء جنوب ورحت مرسى مطروح ورحت اسكندرية ورحت البحيرة ورحت كفر الشيخ ورحت الشرقية ورحت المنصورة ورحت ضمياط ورحت برسعيد ورحت السويس ورحت الاسماعيلية انا يعني في القاهرة طبعا حاجات كتير جدا في القاهرة انا اتذكر حجم المشروعات اللي انا بس رحت حضرت في اسناء افتتاحها وتبعت مدخلات سيد الرئيس على مدار كل هذه السنوات بتتكلم عن 23 وكأنها امامي الان شريط سينمائي بيمر قدامي وشايف قدام عيني حركة الدولة وبتطلع لقدام مشروعات لم تتوقف ده شق يبقى خلال 23 انا ما جيب خبرة بقى والناس اللي بيقروا الكف والناس اللي بيقروا الفنجان والناس اللي بيضربوا الودع لا 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 احنا بنتكلم بقول يا جماعة اوعى تفكر ان الحظ بيدي بيغير دول اوعى تفكر انه التمنيات بابا نويل بييجي بيقول يلا يا مصرين هاخدك وديكو وتبقوا من العشرين الكبار اوعى تفكر ان بابا نويل هيجي وزع الناس دولارات ودهب وفضة اوعى تفكر ان ربنا بيسمع من حد ساكت ان الله لا يسمع من ساكت يا جماعة ارجوكم احنا عايزين ننظر انا دات مش بسوق فكرة انا بقى ارى واقع اقرأ الان واقعا ملموسا امامي ارى بعيني شاركت فيه بقول للناس احنا في 23 استطعنا ان احنا نفتتح عشرات المشروعات الضخمة العملاقة وعلى فكرة في مشروعات لم يتم افتتاحها واشتغلت انا روحت مشروع النهر الكبير او النهر العظيم اللي بيجي من الشمال للجنوب عكس التدريس والطبوغرافية المصرية بيطلع مسافة تيجي ممكن 50-60 متر او اكتر اللي هو 174 كيلو من فوق من هناك من الشمال بيجي لغاية تديلتها جديدة مشروع لتنقية المية وفلترة المية ومعالجة المية المية الصارف الزراعي مشروع لم يتم افتتاحه رسمي شفت المشروعات الافتوشكة لما روحنا مع الفريق رئيس سركان حرب القوات المسلحة وشفنا مئات الالاف من الافدنة اللي اضافت الى الرقعة الزراعية في مصر لم يتم افتتاحه رسمي شفنا مصانع وشفنا حاجات كتير جدا جدا لم يتم افتتاحها حتى الان معنى ذلك ان احنا 23 عجلة الانتاج وعجلة المشروعات القومية لم تتوقف لحظة واحدة قطار الانجاز وقطار العمل وقطار المشروعات لم يتوقف لحظة واحدة خلال 23 رغم العكوسات الاقتصادية رغم المطبط الاقتصادية رغم كل ما وجهناه رغم الغلاء رغم التضخم رغم لم تتوقف المشروعات لان احنا بنبني بلد بنبني دولة